السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بك كنت عملت فيديوهين قبل كده لكيفية الربح من التسويق بالعمولة او الربح من الافليت وكنت طبقت الشرح ده على موقع فولتير تحديدا لكن في بعض الناس حصل عندها لبس في فهم بعض الامور الخاصة بالربح من الموقع ودرى اني في الفيديوهين اللي فاتوا ما شرحتش الموقع بطريقة مبسطة بل شرحت استراتيجية تربح منها لكن دلوقتي انسى كل اللي فات وهنبدأ مع بعضنا من جديد وهنشرح شرحه مبسط جدا اي حد هيفهمه فاركز معي كويس اوي وتابع معايا الفيديو للنهاية مبدئيا دي الارباح اللي انا استلمتها من الموقع وزي ما شفت كده كنت بعمل لك الرفرش على الصفحة تمام يعني النتائج مش ملعوب فيها ولا حاجة الموقع فولتير ده بيعمل ايه بها؟ ايه الخدمات اللي هو بيقدمها؟ الموقع ده بيقدم خدمة استضافة المواقع وبيقدم خدمة الفي بي اس خدماته ممتازة جدا فوق الممتازة الموقع بقى احنا مش نستخدمه او مش هنشرحه دلوقتي للمستخدمين العاديين اللي هتخش علشان تستفيد من خدمات الموقع لا انا هشرحه ليك كمسوي افليت وده طبعا اللي الناس عايزاه واللي الناس طلبتوا مني في تعليقات حتى جاني رسائل خاصة على الجيميل ناس طلبت مني توضيح لبعض الامور في الموقع ده تمام؟ تمام طيب هشرح معكم البداية من اول ما نعمل اكاونت على الموقع ولا ناخد جولة كده في الحساب القديم بتاع الاول ناخد جولة الاول تمام؟ عندك اول حاجة في الموقع هنا البروداكتس دي الخدمات اللي بقدمها الموقع تمام؟ من هنا البلنج دي خانة الرصيد اللي انا بشحنه كمستخدم لو انا مستخدم عادي لان انا بالنسبة لك احمد قطب انا بستخدم الموقع كحاجتين بستخدمه كمستخدم عادي علشان استفيد من خدمة الموقع وبستخدمه كمسوي افليت انت بالنسبة لك انت مش مضطر ان انت تستخدمه كمستخدم عادي تمام يعني انت مش مطلوب منك ان انت تحط اي فلوس في الموقع او تشحن الموقع باي رصيد تمام ممكن ان يكون رصيدك سفر وتشتعل عليه مسوي افليت ركز على النقطة دي كويس اوي علشان دي عملت لبسة عندي ناس كتير اوي علشان تشتعل مسوي افليت على الموقع مش بالضرورة ان انت تشحن ولا فلس او ولا سنت في الموقع تمام تمام يعني خانة دي مش هتلزمك في اي حاجة طرح ما انت تشتعل عليه مسوي افليت انما انت لو هتشتعل عليه كمستخدم عادي وعاوز تستفيد من خدمات الموقع يبقى هتشحن رصيد من خانة تمام صبرت الخانة اللي بعدها دي علشان تتواصل مع الدعم تمام دي الرسال اللي انا توصلت معه قبل كده فيها تمام الخانة اللي بعد كده وهي اللي احنا محتاجينها بقى تمام لو ضعتنا عليها بالشكل ده هنا بيجيب لك كزا حاجة اولا هنا انا طبعا مقبر الشاشة لو صارت شاشة كده شوية تمام علشان الصورة طبق اوضح دي كده كم مية في المية كده مية في المية تمام تمام دي رابط الاحالة الخاصة بيك ده الرابط ده بيديك عشرة دولار عن كل احالة بتعملها اي حد يدخل على الرابط ده ويشحن بعشرة دولار انت بتاخد عشرة دولار زيه تمام هقول تاني لو انت سجلت في الموقع واخدت الرابط ده ونشرته اي حد حبي يستفيد من خدابات الموقع ودخل على الموقع من خلال الرابط بتاعك ده وشحن في الموقع بعشرة دولار انت بتربح عشرة دولار لو وسجل في الموقع ده اعطى الرابط وسجل في الموقع وما شحنش الاصيد انت كده مربحتش اي حاجة لازم هو يدخل من الرابط بتاعك ويشحن عشان يستفيد من خدابات الموقع عشان الموقع يستفيد وبالتالي انت هتربح طيب انت دلوقتي هتسألني هتقول لي طيب لما الزائر هكش يشترك في الموقع ويشحن بعشرة دولار وبعد كده الشركة تديني عشرة دولار مكافأة هي كده الشركة استفادت ايه لا الشركة لها حسابات تانية تمام انا ما عرفش النظام بتاعهم لكن هو ده النظام المعمول بي ان لو المستخدم شحن بعشرة دولار من خلال الرابط بتاعك انت بتربح عشرة دولار تمام دي كانت اول خانة الخانة التانية دي جيف وان هندر دولار جيت توينتي فايف دولار يعني ايه يعني لو حد دخل على الرابط ده اللي هو الرابط ده تمام انت نشرطه وحد سجل في الموقع وحاب يستفيد من خدمة الموقع هو بياخد مكافأة مية دولار بينزله في حسابه مية دولار لما يشحن بخمسة وعشرين دولار يعني انا كمستخدم عادي ودخلت على الرابط الخاص بيك انت اللي هو الرابط ده تمام وما ودعتش اي فصل من الموقع كده لانت هتربح وانا الموقع لسه استفاد باي حاجة انما بقى لو انا دخلت من الرابط بتاعك وشحنت في الموقع بخمسة وعشرين دولار انا بااخد مكافأة مية دولار وانت بالمقابل بقى كمسوء افليت اللي انا دخلت من الرابط بتاعك انت بتاخد هدية خمسة وعشرين دولار تمام ده معنى الكلمتين الموجودين هنا تمام اول خانتين دول كانوا خاصين بالرابط مجرد الرابط عادية تمام الخانة التالتة دي عبارة عن اعلانات بنارية تمام في مأسات مختلفة وفي نوعية من اعلانات اول نوع اللي هو الديفولت زي ده بالزبط زي تمام ده بعشرة دولار نرجع تاني البنرة بس كده ده بعشرة دولار وده بخمسة وعشرين دولار انا باتكلم كمكسبك انت كمسوي افليت تمام دي الاعلانات مجموعة الالانات الخاصة بالديفولت اللي هي عشر دولار في منها مأسات مختلفة زي ما انت شايف كده مية وستين في ستوميت بيكسل تلتمية في ميتين وخمسين مأسات كتيرة جدا تمام بتاخد انت رابط من هنا كده رابط الاعلان تعمله كوبي وتروح تحطه في الموقع بتاعك ده طبعا لو عندك موقع تمام انما انت لو بتسوق بقى من خلال صفحة فيسبوك وكلام ده فمش هينفع تشتعل بالبانرس فانت هتشتعل بالايه بالروابط اللي هي اول خانتين دول تمام تمام يبقى كده شرحنا اول تاني ادخلات في الموقع بالنسبة لخانة او تبويب او الافليت او الافليت تمام تمام طيب هنا بعد كده دي حالة الناس اللي سجلت تمام انا بالنسبة لي جايب لي شعري مايو النهاردة خمسة مايو تمام لسه يفيش حد يسجل خالص اللازرق ده عدد الناس اللي ضغطت على الروابط بتاعتي لكن ما سجلتش ما عملتش اكاونت على الموقع تمام تعالي نشوف كده ابريل الشعر اللي فات اللازرق ده زي ما اتفقنا عدد الناس اللي ضغطت على الروابط الخاصة بيه لكن الاصفر ده عدد الناس اللي بالفعل سجلت تمام ننزل تحت شوية كده كل روابط اللي الناس سجلت من خلالها بالنسبة لي كانت من خلال الرابط اللي بيديني خمسة وعشرين دولار انا بديله مية دولار او الموقع بديله مية دولار وانا بستفيد خمسة وعشرين دولار تمام كله خمسة وعشرين اوه تمام دي الايام طبعا ودي الحالة بين دينج لسه ما الدفعاتش ليه لان الراجل ده سجل لكن بالفعل لسه ما انفقش خمسة وعشرين دولار لان الشركة شرط علشان تديني المكافأة بتاعتي او العمولة بتاعتي شرط ان العميل او المستخدم السجل من خلالي ينفق في الموقع او يستلك في الموقع خدمات بقيمة خمسة وعشرين دولار. تمام? عندي هنا لسه متحسب ليش اي عمولة. كل ده لسه مازال معلق. تمام? كل ده خمسة وعشرين. يعني المفروض الناس دي لو اشتغلت عن موقع وحطت فيه رصيد. انا هربح كم? اربح مية خمسة وعشرين دولار. دول كم احالة? دول خمس احالات. تمام? تمام. ده بالنسبة لشهر ابريل. طيب شهر مارس. في عندي برضو تقريبا ستة او سبعة. تمام? دي ملغية. او احتسابها غلط يعني. تمام? شهر فبراير. عايز ارجع بس لحد ما يكون فيه شهر كده حسب فيه عمولة. لان الموقع انا بشتغلش عليه بقى لي فترة. يعني مجرد على قد الروابط اللي انا نشرتها بكده وخلاص. تمام? نوفمبر اكتوبر. تمام? بتظهر لك زي كده. ده انا خلاص اخدت العمولة بتاعته. هنا حتى بقول لي تم الدفع. تمام? هو انا خلاص انفق حتى العنام تصح. احتساب لي العمولة. طيب تعني نشوف شهر آآ سبتمبر كده الشهر اللابلي. ده سجل برضه هوا تمام وفي واحد سجل هوا. كده انا منتظر بها كل الناس اللي هي بندينج دي ان هي تنفق في الموقع او تستهلك في الموقع او توضع رصيت في الموقع بيمة خمسة وعشرين دولار. تمام? تعال نشوف برضه كده يا شهر يوليو. دي الروابط العديمة اللي انا كنت بنشرها اللي هي بعشرة دولار. تمام? تمام. طيب نطلع فوق كده. عندي البي اوت. هنا اخر تلاتين يوم عندي ارباح بس خمسة وعشرين دولار. الحد الادنى للدفع في الموقع ده هو ميت دولار. وسيلة الدفع المتاحة الوحيدة هي البي بال. تمام? تمام. تعالوا نزل تحت شوية كده. دي هنا معنوات الدفع الخاصة بيا. قلنا وسيلة الدفع الوحيدة هي البي بال. هنا الحد الادنى للدفع انت بتحدده. قال لحاجة عندك هنا مية دولار. تمام? مية ميتين لحد الف دولار. انت طبعا لافضل ان انت دكتار. قال لحاجة اللي هي مية دولار. تمام? ولو في قال من كده طبعا هيدفع. دائمي الخاص بيا. في ناس بتسألني بتقول لي انا عملت حساب على البي بال لكن مش عارف رقم الحساب بتاعي عشان تديه لأي حد يحول لي عليه فلوس. او حطه في الموقع علشان يبعث لي عليه فلوس. رقم حساب بتاعك اللي بتديه لأي حد عشان يبعث لك عليه فلوس هو بالزبط رقم الجميل اللي انت بتسجل به دخول على الموقع. تمام? تمام. زي ده كده. طيب دي بعد كده البي اوتوستوري تمام? الدفعات اللي انا استلمتها. هنا دي حاجات خاصة بالموقع برضو مش محتاجينها في الشرح بتاعنا. تمام? دلوقتي بقى عايزين نروح نتعلم عملي ازاي نعمل اكاونت على الموقع بطريقة سهلة جدا ووسطة جدا فاتح بها معايا. تمام? هسيب لك رابط الموقع في الوصف واسفل الفيديو. دي واجهة الموقع. تمام? طبعا الواجهة بتبقى بلوها الانجليزية لكن انا عملت تعريب وترجمة العربية. تمام? هنقفل الصفحة دي. ودول الفيديوهين اللي انا عملتهم قبل كده هسيب لك رابط بتاعتهم في الوصف واسفل الفيديو. يعني ممكن تلاقي فيهم معلومة مش مذكورة في الفيديو ده. تمام? طبعا ما انت حبيت اشتعل على موقع كمسوق افليت. تمام? نقفل دي كده. اول حاجة هتقول له تمام? واجهة الموقع هتفتح معك بالشكل ده هتقول له وبعد كده هتقول له هنا الايميل بتاعي انا هحط الايميل اجيب الجميل بتاعي ادل جميل. والباسورد. اعمل له باسورد قوية. تمام? هحط له فيها حروف كابتل. عايز ازهر بس الباسورد في ازهار الباسورد اللي لقه. عشان تشوف معي لقه ما فيش ازهار الباسورد. تمام? طيب هكتب مسلا حرف كابتل. تمام? وبعد كده سمول. تمام? وبعد كده هكتب له رقم مسلا تلتمية. وبعد كده هكتب له ستة كمان. تمام? وبعد كده هكتب له ايه? تلات ستة. تمام? هنا اصبح كله اقدر معي. يعني الباسورد دي قوية. وجاب لي كل الشروط بتاعتها. اللي هي فيها حرف كبير. حرف كابتل وحرف سمول وارقام وعدد الاحرف كلها عشر احرف. تمام? وبعد كده اقول له كرييت. اخد بس دي كده عشان ما نساش. اقول له كرييت اكاونت. تمام? انشاء للحساب. حافظ الكلمة المرور. تمام? تعالى ندخل على الجيميل كده نشوف فيه رسالة وصالتنا ولا لا من موقع. لو فيه رسالة تأكيد ولا حاجة نأكد الحساب بتاعنا. فيه رسالة فعلا جاتنا ايه? تمام? على الجيميل. دي لسه قبل زيرو دقيقة. اضعت هنا على فيريفاي يور ايميل. عشان نأكد الاكاونت بتاعنا. ننفذ بها الصفحة الاديمة دي مش محتاجينها. تمام? طيب بالنسبة لك اول ما فتح معك فتح معك على صفحة البلينج صفحة الدفع. هو الموقع بيفترض ان انت كمستخدم اصلا وداخل تشتري خدمات من الموقع. فبيجيب لك الصفحة اللي انت تملى فيها بيانات الدفع. علشان تشحن وتستغلق خدمات من موقع. وده طبعا لانه موقع ربحي واي موقع طبعا بيهمه الربح. تمام? احنا نسيبنا من الخانة دي خالص تمام? مش هنحتاجها في اي حاجة اللي هي خالبة البلينج دي. اللي هي الخانة دي. وهنروح على خانة تمام? نضغط بالشكل ده. الصفحة دي هي تقريبا نفس الصفحة اللي كانت موجودة في حساب الفعلي. تمام? لكن هنا في رسالة بيقول لك بيقول لك ان انت خلاص جاهز استخدام برنامج الى حالة الخاصة به. تمام? لكن المفروض ان انت تضيف وسيلة دفع. تمام? هنضغط هنا كده عشان نضيف معلومات الدفع. هتحط هنا اسمك. وهنا هكتب لي عنوان بتاعي. كايرو مسلا. تمام? والمدينة كايرو. المعلومات دي مش بالضرورة ان هي تبقى مظبوطة قوي يعني. تمام? بسط الكود هكتب له الرمز البريدي. حدراشر خمسة عدراشر مسلا. تمام? وهنا اجاب لي البلد. لان انا من مصر فاجابي بتاعي مصر. تمام? او ممكن تختار البلد بتاعتك من هنا. تقريبا بيدعم كل البلاد العربية. الى البلاد المحظورة من الموقع. تمام? وبعد كده في خانة بسيطة هنا بيقول لك دخل معلومات الدفع. وشوف الطريقة اللي انت هتدفع بيها. تمام? هدفع عن طريق فيزا ولا مستر كارد ولا مش عارف ايه? امريكان اكس بريس. حاجات تانية انا مش عارفها. تمام? طيب انت لو معك فيزا او معك ماستر كارد. هتدخل البلاد بتاعتنا? تمام? هنا رقم الكارت بتاعك وهنا تاريخ الصلاحية وهنا رقم تمام? وبتحدد المبلغ اللي انت هتشحن به. تمام? وبتعلم على القيارات دي. تمام? وبعد كده بتقول له الخانة اللي احنا قافين عليها دي اللي هي بتاع كريدت كارد. ده بالنسبة لخانة لو انت هتدفع عن طريق الكريدت. تمام? لما هتدفع عن طريق البيبال. فخانة البيبال تحتها. بتعلم برضو على البيبال. وبتختار الفئة اللي انت تشحن بيع عشرة ولا خمسة وعشرين تمام? وتقول له موافق هنا على الشروط وبتدفع تمام? لو عندك برضو بيتكوين او علي باي. طيب هنا اروح للتاني تمام? وهروح عند عشان نضيف ايميل بتاعنا اللي هنستلم عليه الفلوس تمام? هنا الرسالة الاولينية دي اللي شفناها مع بعضينا من شوية لو هتضيف معلومات الدفع لو انت تشحن رسيد في الموقع عشان تستخدمه كمستخدم عادي تمام? ودي احنا مش محتاجينها في حاجة. اللي محتاجينها الرسالة التحت التانية دي تمام? هنضيف وسيلة دفع عشان الموقع يدفع لنا عليها تمام? انضغط عليها بالشكل ده تمام? وهنا هنضيف الاسم الاول. اضيف اي بيانات معك كده برضو. تمام? احمد اطبق. وهنا رقم التليفون زير وعشرة. تمام? اي رقم. وبعد كده الادرس. اي حاجة مكتوب بصادة يعني مطلوبة. تمام? ما ينفعش ان انت تعديها. هكتب له العنوان كايرو. تمام? والادرس التاني ده اختياري. مش مطلوب. تمام? لكن المدينة هنا مطلوبة. هنكتب له برضو كايرو. تمام? والزيب كود هنكتب له الرمز البريدي. بتاع القاهرة. هداشر خمسة هداشر. انت طبعا لو حطيت معلومات مختلفة عندي فانت هتكتب الرمز البريدي بتاع المدينة اللي انت موجود فيها. تمام? وهنا البلد هو جايب لي اجيبت اوتوماتيك. تمام? ده اختياري. ممكن تحط اسم الشركة بتاعتك او لا. او الموقع بتاعك. وممكن تحط رابط الموقع. ده برضو اختياري. تمام? هنا اختار المجال الموقع بتاعك. انا ممكن اختار مسلا تعليم. تمام? هنا اختار حجم العمل بتاعك. اختار اي حجم. تمام? ممكن اقول له من واحد لخمسين. تمام? وهنا اكتب وصف للطريقة اللي انا هروج بها للموقع ده. تمام? سواء بقى كان عن طريق صفحة فيسبوك او اللي انا هروج عن طريق صفحة فيسبوك. او عن طريق قناة يوتيوب او عن طريق موقع. تمام? وطبعا المعلومات دي بتكتبها باللغة الانجليزية. افتح مترجم جوجل واكتب الكلمتين اللي انت عايزهم بالعربية او الفرنسية وترجمهم الانجليزية وخطهم هنا تمام? اكتب هنا اي حاجة موقعا كده. وقال له تمام? طيب اكتب له المهندس. وقال له ابدات. انا بقول لي لازم خمسين حرف. تمام? طيب نفتع جوجل وانترجم له جملتين. او جملة واحدة كفاية. واختار هنا الانجليزية. واحدة كلمتين دول كده نسخ. كنترول سي. واروح هنا للموقع. الزاو هنا. تمام? وقل له ابدات بروفايل. كده اعمل ابدات تمام? انا كده على خانة واللي رحنا هنا هامنين من تمام? نزل بتاعت شوية بقى كده هنلاقي المعلومات اللي احنا دفناها. وهنا بقول لك اختار البيئة والطيب. تمام? هنختار من هنا البيبال. وهنا بقول لك اللي نحدد قد نتدفع للبيبال. هو مية دولار. تمام? ممكن تحدد اي حد من دول. بس طبعا افضل تختار مية دولار. تمام? وهنا بقى بتحط اميلك على البيبال اللي انت تستلم عليه الدفاعات. يعني مسلا ممكن احط اميلي. على البيبال احمد. خط بمسلا. ده اميل افتراضي. اد جيميل ضدكم. بس انت طبعا نحط الاميل الحي بتاعك علشان يبعط لك عليه فلوس. تمام? تمام? وبعد كده بتقول له تمام? كده انت خلاص اكملت الاعدادات كلها. بقي بقى ان انت تاخد روابط الاحالة الخاصة بك. هندخل على تاني كده. تمام? حبيت بقى تروج من خلال الروابط زي ما اتفقنا بتاخد الروابط الاولين ده تضغط عليه كده كوبي وترح تحطه في الموقع بتاعك او تحطه تحت فيديو بتشرح في الموقع في الوصف. لو انت بتشرح فيديو مسلا على اليوتيوب تمام? او حبيت تاخد الرابط ده اللي هو بيديه خمسة وعشرين دولار وده الافضل طبعا. تمام? لكن لو المستخدمين بتاوتك عارف ان هم مش يقدروا ينفقوا خمسة وعشرين. فانت خليك في الايه? خليك في اللي بيربح عشر دولار لانه اسرع شوية. لكن اللي بيربح خمسة وعشرين. فبيطلب من عميل ان هو ينفق خمسة وعشرين فده بالنسبة لك هيبقى الموضوع بطيء شوية. ومش هتحق منه مبيعات بسرعة. او مش هتحق منه احالات بسرعة. زي ما اتفقنا. تعال نعمل الكلام ده عملي كده مع بعضينا برضو. الفيديو ممكن يطول حبة صغيرين كمان. بس عشان اكون شرحت لك كل حاجة بالتفصيل. تعال نعمل مدونة. مسلا. تمام? انا كده دخلت على بلوجر. واعمل دوانة مسلا على بلوجر. كاني مسلا هروج للموقع فولتير من خلال الموقع بتاعه عن طريق البنارات وعن طريق روابط الاحالة. تمام? ادخل بصور ده بتاع الجيميل. التالي. طبعا الجزء اللي فات ده. ده المهم بالنسبة لك. ولو انت ممكن توقف الفيديو لحد كده. خلاص. لكن اللي احنا بشرح دلوقتي ده المبتدئين. لو حبيت تكامل معنا. ممكن تلاقي برضو معلومة في دك. تمام? هنحط عنوان للمدونة. انا هسميها مسلا مدونة تقنية. تمام? وقال له التالي. وحط رابط للمدونة. اي رابط كده. بس طبعا لازم يكون بالانجلش. او ارقام. تمام? وبعد كده التالي اللي متاحه. تمام? اقول له التالي. الاسم المعروض اقول له احمد. تمام? ده اسم المؤلف. خليه انجلش ماشي. ينفع انجلش وينفع عربية. انهاء. كده انا خلاص عملت المدونة. المفروض طبعا بقى اركب على المدونة قالب واركب على المدونة مواضيع. هذه المدونة بتاعتي. انا سريعا كده اركب على المدونة قالب دلوقتي. واركب على المدونة شوية مواضيع واكمل شرح معك. تمام كده انا خلاص ركبت القالب على المدونة وركبت عليها شوية مواضيع. تمام? تعال بقى نحط الروابط بتاعتنا. تمام? ونفرض مسلا ان احنا نشتغل على البانر. اخدوا البانر العمودي ده. اقول له كوبي لينك. تمام? واروح المدونة بتاعتي. ادي التنصيق. تمام? نقفل الرسالة دي. او ممكن تبقى تقفلها من فوق من هنا من اشعارات. تمام? فين الشريط الجانبي اللي عندي اضافة اداة. واختار وكلنا بعمله ان انا بضيف الكود اللي هلزق. تمام? دي الشفرة بتاع الاعلان. حفظ. هنا في الشريط الجانبي. فوق ما فيش اي روابط هاي. تعال نعمل عد تحميل كده. زي معي الرابط بالشكل ده. ده البانر بتاع فولتير اللي لو حد ضغط عليه بالشكل ده. وحبي يخش يسجل في الموقع. زي ما اتفقنا انا باخد العمولة بتاعته. تمام? تمام. طيب تعالي نجرب بانر تاني كده. سريعا برضو. ناخد بانر افقي بقى. ده مسلا. تمام? وادخل على التنصيق. وحطه فين? وحطه في الهيدر اتس. تمام? امسع ده. وحط ده. لسق مكان وحفظ. هزهر مكان البانر ده. اللي هو اشترك الان على قناة اليوتيوب. نعمل على التحميل كده. زهر معي البانر بالشكل ده. كده احنا فهمنا فكرة البانر. تمام? اللي هي الجزئية دي. تمام? اللي هي التابويب ده. وزي ما اتفقنا طبعا ان في عندك وفي ايه? خمسة وعشرين. طيب. بالنسبة للرابط بقى اللهم اول خنتين دول. بتاع نشتغل الاولاني كده اللي هو العادي. هناخد الرابط كده. تمام? ودي المدونة بتاعتي ادخل على المشاركات. هذه المشاركات نعمل على التحميل كده. عشان تظهر معانا. تمام? هنخش على الموضوع ده كده. ونغير عنوانه. تمام. ونفرض الموضوع ده بيتكلم عن موقع فولتير. وكتبت الموضوع بتاعي. وهنا. حطيت الجملة دي. وعايز اعمل عليها ارتباط بقى يودي على موقع فولتير على رابط الاحال الخاص بي. تمام? فاغض الرابط ده كده من هنا. نسخ. او اضعت هنا على العلامة دي. كده اعمل نسخ. وراح عندي المشاركة بتاعتي. اعلم على الجملة دي كده. تمام? واعمل هنا ارتباط. وهنا لسق الرابط. انزل الرابط بتاعي. وخليه في نفسها جديدة ونوفله. تمام? واقول له تطبيق. تعديل. تعديل. تعني ادخل على المدونة كده. ودي الموضوع بتاعنا. احصل على اسططفا من موقع فولتير. او فولتر. تمام? ودي الرابط. لو ضعت عليه بالشكل ده الزائر. وحب يسجل. بيقدر يسجل من هنا زي ما اتفقنا. بس طبعا ما جاب ليش كلمة لاننا بالفعل مسجل دخول على الموقع وده بتاعي. تمام? جاب لي كلمة تمام. طيب. ده بالنسبة للرابط اللي حالة واللي عملناه في الرابط ده بنعمله برضو في الرابط ده. ونفس الحال برضو لو انت عاوز تنشر رابط اللي حالة الخاصة بيك من خلال قناتك على يوتيوب عتحط الرابط دي في الوصف. او لو انت بتشتغل على صفحة فيسبوك. او جروب مسلا معين. هتاخد برضو الروابط دي. وتنشرها على الفيسبوك. وكل شيء طبعا فيكم وليه طريقته. والحد كده انتهى الفيديو بتاعنا. اتمنى اكون قدرت اوصل المعلومة. واخيرا تقبلوا تحياتي. كان معكم احمد اطبو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.